حياكم الله أعزان الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يلي مراجعة لاختبار فترة عن باب الإحداثيات القطبية والأعداد المركبة لحظة السؤال الأول يقول الشكل المجاور يمثل نقطة في النظام الإحداثيات القطبية لحظة اتجاه الزاوية الزاوية بالاتجاه السالب فرح نقول هي الزاوية سالب ثلاثين وعندي الطول ثلاث إذن هو ثلاثة مع سالب ثلاثين في الشكل المجاور النقطة هاي لحظة في أي دائرة خلينا نعد الدوائر وحده دوائر دوائر وحدة ثنتين ثلاث أربعة إذن هي من الداخل عدينا أربع دوائر وعند الزاوية مية وخمسة وثلاثين درجة إذن هي أربعة ومية وخمسة وثلاثين أحيانا بيزيدوا على المية وخمسة وثلاثين مثلا ثلاثمية وستين درجة فبيكون أيضا صحيح إذن الإجابة أربعة مية وخمسة وثلاثين لحظوا السؤال الثالث هنا معطيني حداثيات قطبية ثنين وباي على ستة في نقطة من ذول بتكافئه كيف أعرفها إذا ضفت أو طرحت دورة كاملة دورة كاملة ثنين باي يعني لو قلنا هنا زائد ثنين باي اللي هو اثناش باي على ستة يطلع ثلاثتاش باي على ستة ما عندي طيب لو طرحت ثنين باي بتطلع سالب اثناش باي على ستة إذن الزاوية هاي سالب 11 باي على ستة هي نفسها عند الباي على ستة لأنه أنا الباي على ستة طرحت منها ثنين باي فبالتالي بتكون الإجابة هاي لأنه الزاوية بيكافؤوا نفسه ومعنى عندي هنا الزاوية هي باي على ستة لو طرحت منها ثنين باي أو زدت عليها ثنين باي يعني دورة كاملة بظل بمكانها ثنين باي هاي لما بقى وحد مقامات أضرب هنا بستة واضرب هنا بستة فبتصير باي على ستة ناقص 12 باي على ستة وهذا بيطلع سالب 11 باي على ستة إذن الإجابة اثنين مع سالب 11 باي على ستة لحظوا السؤال الرابع هنا بنشوف الدائرة نبدأ نعد من جوه واحد ثنين ونص يعني هنا عندي دائرة بنرمز لها آر نصف قطرها ثنين ونص تمام الصورة الديكارتية لهذه النقطة طبعا هي معطينا إياها آر ثيتا كيف طلع الصورة الديكارتية اللي هما الإكس والواي بدحولها لإكس وواي الإكس تساوي آر كوصين ثيتا والواي تساوي آر صين ثيتا هاي الطريقة اللي بحول فيها من قطبي إلى ديكارتي فنجي نطبق على هذا السؤال فنقول اثنين اللي هي آر في كوصين ميتين وسبعين هذا الإكس واثنين في صين ميتين وسبعين اللي هي الواي طبعا صى كوصين الميتين وسبعين سوفر الحاسبة كوصين الميتين وسبعين سوفر ضربها بيطلع سوفر بيطلع سوفر صين بيطلعه الميتين وسبعين سالب واحد ضرب Jeez بيطلعه سالب each إذن هي صفر وسالب 2 طيب سؤال 6 معطيني إياها بالإكس والواي دي كارتي هاي إكس وهاي واي يبني نحولها إلى أحد الصور القطبية للنقطة يبني نحولها إلى أر ثيتا أر ثيتا طبعا أر أر اللي هي جذر إكس تربية زائد واي تربية نقدر نقول هاي أر يعني 8 تربية لو رحنا الآن للجذر ثمانية تربية زائد عشرة تربية لأنه السؤال يعني مش مضبوط وشو هي ثمانية تربية خلنشوف نطلع آر لأنه مفترض أنا أنه الرقم الثاني هذا معطيني إياه بالراديان زائد عشرة تربية يساوي اتنعش فاصلة ثمانية ثمان اتنعش فاصلة ثمانية اللي هي آر طلعنا آر هنا ثمانية تربية زائد عشرة تربية وطلع اتنعش فاصلة ثمانية هذا آر بالنسبة للثيتا بنطلعها من الراديان يعني من التان نقول تان ثيتا أو ثيتا تساوي تان انفرس لواي على اكس كم واي؟ واي عندي هنا عشرة وإكس ثمانية نقول تان انفرس عشرة على ثمانية بس هنا أنا آل تي دي جريز لازم نحولها راديان عشان تطلع لي بالراديان السؤال أنا يعني هذا ما حبيته صراحة لكن بنحوله نحول الآلة إلى راديان عشان يطلع معي الإجابة ما بدي يخرب آلتي أو أنا يجو الصعب أن يحولها فتطلع معاي ثيتا بالراديان وبنشوف مين اللي هي ثيتا من ذولة بتطلع تان انفرس العشرة على ثمانية خلينا نسويها بالآآ شفتان نسويها بالآآ عشرة قسم الثمانية يساوي يطلع معاي واحد وخمسين درجة بالدرجة شلون نحول هالآ الراديان أضرب في باي أضرب في باي وقسم على مية وثمانية باي لثلاث فاصل أربعة عشرة قسمة تقسيم مية وثمانين لا تسعة وثمانين درجة فاصلة خمسة يعني تسعين درجة إذن هاي الإجابة كمان مرة كنت حصلت عليها بالنسبة لآ من هاي القاعدة بالنسبة ل ثيتا طلعتها زي هيك من هاي القاعدة لكن طلعت معي بالدرجات رديت حولت الدرجات إلى راديان لحتى الضارة زي نروح السؤال السابع هي دائرة مركزها صفر وصفر ونصف قطرها ثلاث لأنه هاي آر تربيع هاي التسعة آر تربيع فمعناته آر بتساوي ثلاث السؤال الثامن يريد القيمة المطلقة لهذا العدد المركب بالنسبة للقيمة المطلقة جذر اكس تربيع زائد واي تربيع أو ا تربيع زائد ب تربيع اللي هي خمسة تربيع زائد اثنين تربيع خمسة تربيع خمسة وعشرين اثنين تربيع اربعة كله يطلع جذر تسعة وعشرين الآن انا عندي سؤال تسعة عندي عددين مركبات موجودات بالصورة القطبية بدي حاصل ضرب وارجيكو القاعدة قاعدة بتقول انه انا لما اضرب لما اضرب عددين مركبات بضرب آر ون بآر تو وبجمع ثيتا ون زائد ثيتا تو بهذا الشكل طبق عليها المفيد اذا هنا رح اضرب آر ون بآر تو يعني خمسة في اثنين بعدين اقول كوساين تحقوس كوساين نجمع الزاوية الاولى اللي هي 135 زائد 145 135 زائد 45 هنا زائد i في صاين 135 نجمع الزاويتين زائد 45 خمسة ضرب اثنين عشرة في كوساين هذول بيطلعوا 180 زائد i صاين 180 في ناس يروح يحسبها كوساين المية وثمانين سالب واحد زائد i في صاين المية وثمانين صفر ثم بنوزع يطلع عندي سالب عشر ما في عندي i سالب عشر الجذور التكريبية للعدد واحد لو رحنا حسبناهم محلولات بالكتاب بيطلع اول اشي الجذر هاللي هو الواحد وهنا عندي اثنين اللي هما سالب نص زائد ناقص جذر الثلاث عثنين i يعني مرة زائد ومرة ناقص ما ننسى انه في i وفي هنا سالب نص اذن الاجابة اللي هي واحد وسالب نص ما ننسى كتا كله مشبه بعض بدكتور عرف تحفظها كويس انا حسبتها شوية طوية الان السؤال اللي بعده يقول في النظام الاخداثي القطبي هذولا ميتين واربعين درجة يعني وهنا تكافئ النقطة سالب مية وعشرين خلينا نشوف احنا بالنسبة الار هنا خمسة وهنا خمسة لكن خلينا نشوف الميتين واربعين درجة نفسها سالب مية وعشرين نروح نقول ميتين واربعين ناقص ثلاثمية وستين شونا نشوف طلحت فعلا سالب مية وعشرين اذا هاي صحيحة المسافة بين زوجي النقاط بالإحداثيات المركبة كيف نعرف المسافة لحظوا القانون ايش يقول انه هذا انا عندي النقطتين P1 P2 اذا بدي المسافة بربع R1 R1 تربية زائد R2 تربية ناقص اثنين R1 R2 في كوساين ثيتا ناقص ثيتا هذا القانون خلينا بالروح نطبقه على السؤال حقنا اذا نقول المسافة بتساوي جذر R1 اللي هي اربعة تربيع اربعة R1 تربيع يعني اربعة تربيع زائد سالب خمسة تربيع تربيع ما يأثر على السالب ناقص هين ناقص اثنين R1 يعني اثنين في اربعة في R2 في سالب خمسة في كوساين الزاوية الثانية اللي هي سبعة بايعة ستة اشترا يكون نحولها لدرجات لانه انا الآلة الحاسبة عندي برمجها بالدرجات فسبعة بايعة ستة سبعة ضرب مية وثمانين تقسيم ستة يساوي ميتين وعشرة يعني سبعة بايعة ستة هي ميتين وعشرة طب بايعة ستة البايعة ستة يعني مية وثمانين البايعة مية وثمانين تقسيم ستة يعني ثلاثين درجة يعني هاي الزاوية ثلاثين درجة فالأفضل هو نقول كوصائم ميتين وعشرة ناقص ثلاثين شانا اعرف احسب بالحاسبة لانه عندي الحاسبة درجات اروا على الجذر هنا للحاسبة أربعة تربيع زائد خمسة تربيع طبعا يسال بخمسة ما بيأثر ناقص اثنين ضرب اربعة ضرب سالب خمسة في كوصائم 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 كديش ميتين وعشرة نقصوا منها ثلاثين يطلع مية وثمانين في كوصائم المية وثمانين ونقول يساوي تطلع واحد اذا فعلا الاجابة صحية اذا هاي بعد ما حسبنا على الاحاسبة تطلع واحد الصورة الديكارتية هاي ار ثيتا بدي احولها الى اكس واي اول شي الاربعة باي على ثلاث هاي قلنا لانه الال الحاسبة عندي درجات بدي احول البي الى درجات شلون اسمعوني كويس اربعة باي يعني اربعة ضرب مية وثمانين على يعني تقسيم ثلاث يساوي ميتين واربعين هاي الزاوية كأنها هيك صالب اثنين وميتين واربعين درجة تمام بدنا نحولها الى الصورة الديكارتية الى اكس واي بالنسبة لأكس قلنا عنها تساوي ار كوساين ثيتا وبالنسبة الواي ار صاين ثيتا بنروح نطبق بالنسبة لأكس تساوي ار اللي هي سال باثنين في كوساين ميتين واربعين وبالنسبة الواي سالب اثنين صاين ميتين واربعين بروح الى الحاسبة سالب سالب باثنين صاين سالب اثنين صاين ميتين ميتين واربعين جذر الثلاث اذا الصورة الديكارتية لهاي هي واحد مع جذر الثلاث هذه الطريقة انا حولت من قطبي الى ديكارت بالبداية حولت الزاوية الزاوية هذه كانت اربعة بايع ثلاث قبل ما اشتغل خلصت من الراديان وحولت الى درجات واحد وجذر الثلاث مش سالب جذر الثلاث لا جذر الثلاث وهنا كاتبها سالب جذر الثلاث غلق جواب الصحيح واحد مع جذر الثلاث من نظرية ديمو فار ناتج واحد زائد جذر الثلاث آي أس أربعة يساوي هذا الاشي طبعا ننطبق هذا هو نص النظرية هذا نص النظرية زهد أس إن يساوي آر أس إن في إن في ثيتا زائد آي آي ساين ثيتا ما علش هنا النظرية واضح وارجيكوا إياها نلاقيها موجودة بملخص اللي بآخر الوحدة زد أس إن يساوي آر أس إن في كوساين إن ضرب ثيتا في آي في ساين إن ضرب ثيتا بنطبق هاي الآن على السؤال حقنا طبعا أنا عندي إن بتساوي أربعة عندي إن بتساوي أربعة و قلازو نحولها إلى آر آر ثيتا هاي طبعا أول إشي نروح نطلع آر بالنسبة لهذا السؤال الرابع أنا عندي إن بتساوي أربعة تمام إن بتساوي أربعة سنطلع آر آر بتساوي جذر واحد تربيع زائد جذر الثلاث تربيع وبتطلع اثنين هيطلعت آر روح أطلع ثيتا ثيتا بتساوي آر تان إن فيرس شفت تان تكون آلتك على الدرجات آر 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 و آر يعني جذرة ثلاث على واحد و هاي بتطلع ستين درجة تمام بنطبق الآن بعد ما صار عندي إن و عندي آر و عندي ثيتا بنطبق نظرية آر ديموفار كالتالي أول إشي نقول نرجع عليها نوريك وياها مرة ثانية آر أس إن يعني آر احنا طلعنا هناها ثنين فبتصير آآ احنا طلعنا آر تساوي ثنين و إن اللي هي الأس أربعة و ثيتا ستين درجة صاح؟ هذا ملخص السؤال اللي كنا محل فيه اللي آر أس إن يعني ثنين أس أربعة هاي لحالها بتطلع ستاش كوساين إن ثيتا أربعة في ستين أربعة في ستين اللي هو ميتين واربعين زائد ساين إن ثيتا يعني أربعة ضرب ستين ميتين واربعين بس الساين هذا مع آي هنا تمام طروا على الآلة الحاسبة كوساين الأول إشيء نوزع ستاش منين جبت الستاش ثنين أس أربعة ستاش ضرب كوساين ميتين واربعين تطلع سالب ثمانية بغاية الآن سالب ثمانية زائد آي في ستاش ضرب ساين ستاش ضرب ساين ستاش ضرب ساين ميتين واربعين يساوي سالب ثمانية جذر الثلاث يعني هنا سالب ثمانية جذر الثلاث كأنه الصورة ما يتجي عندكم صغرها المهم بتطلع معي سالب ثمانية ناقص ثمانية جذر الثلاث آي خلينا نشوف إش هو ما أعطينا إياها خطأ إش الخطأ لازم هنا جذر الثلاث إذن الإجابة سالب ثمانية ناقص سالب ثمانية جذر الثلاث آي فهذه طلعت خطأ هذه خطأ طيب نفس الإشي نفس اللي إحنا بنحل فيه السؤال الخامس يقول إنه هذا بساوي ستتاش خلينا نشوف ثنين أس أربعة جلا بنحل طبق النظرية اللي قبل شوية ثنين أس أربعة في كوساين باي على أربعة يعني خمسة واربعين خمسة واربعين ضرب أربعة لأنه يضرب إن في ثيتا خمسة واربعين اللي هي باي على أربعة ضرب أربعة بظل باي أو كوساين باي على أربعة ضرب أربعة بظل باي كوساين المية وثمانية تمام؟ زائد آي في ساين باي على أربعة ضرب أربعة بظل باي الباي هي مية وثمانية كوساين الباي سالب واحد ضرب ستتاش هنا بيطلع عندي سالب ستتاش زائد هاي بتطلع صفر صفر ضرب ستتاش صفر إذن هاي الجواب حقها هذا كله يطلع سالب ستتاش وليس ستتاش إذن الإجابة خاطئة بنشوف السؤال الذي يلي صورة الإحداثية للمتجه A B كيف نحسب الصورة الإحداثية بهذا الشكل القوس يكون بهذا الشكل ونقول A B همني وين بدأ وين انت انتهى عند بي إذن أروح أشوف B شوفي عند بي هنا ثلاثة الـ X ثلاث ناقص 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 واحد بنروح نشوف الـ Y برضو عندها ثلاث ناقص أربعة بهي هنا روح نشوف الز ثمانية ناقص ستة هذول بيصفه عندي أربعة وهذول يصفه سالب واحد وهذول يصفه اثنين هاي إحداثي قطبي يعني خمسة كم البايع ثلاثة مية وثمانين على ثلاث مية وثمانين على ثلاث يعني ستين درجة بدنا نحولها إلى دي كارت يعني X Y بدنا نحولها إلى X Y قلنا لكم X R كوسين ثيتا X تساوي R كوسين ثيتا يعني خمسة كوسين الستين والY خمسة ساين الستين خمسة R ساين ثيتا ونروح نحسبهم بالآلة الحاسبة نقول خمسة كوسين ستين يساوي خمسة على ثمين أو اثنين ونص وهنا اللي بعدها خمسة ساين ستين خمسة جذرة ثلاثة اثنين إذن الإجابة النهائية اثنين ونص اللي خمسة على اثنين وهنا خمسة جذرة ثلاث على اثنين مثل هاي بالمستوى القطبي أول اشي بدك تعد خمس دوائر دائرة دائرتين ثلاث اربعة خمسة نعيد وعند الستين درجة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة هنا دائرة الخمسة من الداخل مضبوط واحد اثنين ثلاث اربعة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة لا مش هنا دي قبل واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة دائرة الخمسة عند ستين درجة هاي مراجعة سريعة مع حل اختبار يعني موجود عندك ممكن يجي ممكن لا شكرا لك واستماع السلام عليكم ورحمة الله شكرا